خد بالك الرئيس مبارح قال تصريح مهم جدا مفاد وإيه عشان بالتأكيد أنا ما معرفش أحفظ أي حاجة طول عمري منه أنا قد أعرفش أحفظ مفاد هذا التصريح إيه؟ إنه الوضع الحالي ده هيفضل يتسع وإنه لا يجب التعويل أنا بقولك مفاد ومعناه إنه لا يجب التعويل على القدرة على ضبط النفس لأنه مهما كانت القدرة على ضبط النفس هيجي وقت وهيحصل انفجار وهذا الانفجار يا سيدة يا كرام والحديث لكل المنطقة العربية واحد واحد عددنا كعرب كام؟ 300؟ 350 مليون؟ طب 400؟ هذا الانفجار مش في مصلحة ولا مواطن عربي أيا كانت جنسيته من العراق آخر حدود العراق شرقا لآخر حدود المغرب غربا لآخر حدود جمهورية السودان والصومال والجيبوتي جنوبا لليمن لسلطاني طعمان أنا بجيب لك الحدود كلها هو كل الخريطة الشهيرة اللي احنا عارفينها دي لا أحد آمن على الإطلاق على الإطلاق إلا أنت توقف أو يتوقف هذا الاحتلال الصهيوني عن كل هذه المجازر الوحشية بسرعة كل ما الوقت بيزيد ومهما كان الدعم اللي هيقدم للكيان الصهيوني هيحصل انفجار تاني أنا هفتكر مع حضراتكم يجي من ثلاث شهور أو أربع شهور مع الدكتور طارق فهمي على التليفون في الستوديو كنت أنا قاد على الكرسي دا وكان هما بدأوا يتكبوا مجازر بفجنين تحديدا وقلت له هو اللي بيحكموا دول يا دكتور ما بيقروش تاريخ قريب طب ما بيفتحوش الملفات بتاعتهم طب ما شافوش أنه تاريخ المقاومة الفلسطينية أنه كل ما هبتضغط عليها بتوصل لمرحلة للانفجار فبتحصل عمليات كبرى وتقيلة يعني لازم يتذكروا عملية كمال عدوان على سبيل المثال بتاعت الزوديك لازم يكونوا متذكرين دا أنا وقتها قلت له كده نصا قلت له وغيرها وضرب إيلات بالكتيوشة في 68 المقاومة هتيجي في وقت هتنفجر مهما بلغ قدرتهم على ضبط النفس أنا بكلمك على المقاومة في عموم الفصائل الفلسطينية من القطاع للضفة بكلمك على أنه هيبقى فيه أطراف أخرى مش بس هتبقى يعني على شيء من التماس في مواجهة الكيان الصهيوني المسألة هتتسع وهتشتعل وهتكبر والمنطقة هتنتهي عن بقرة أبيع أذكر الجميع أنه والله ما هيشوفيني على الإطلاق القالعة الوحيدة الباقية هنا القاهرة الجيش الوحيد اللي موجود جيش جيش بيتعمله ألف حساب لأنه هو الجيش الأقوى في المنطقة بالكامل دي تقديرات المواقع المتخصصة مش تقديراتي مش بمحبتي يعني مش بانتماء الوطن يعني هو أحمد طب أنت متصور أن احنا لوحدنا هنقف أمام اشتعل المنطقة بالكامل مش هقول لك موعدك في قنامش بتاعتي مش أنا اللي قدر ده ومش أنا اللي هوعد أو موعدش بس بالعقل هو مين اللي هيقدر يقف قدام تسونامي من التساعات الصراعة فصائل هتبدأ تظهر بميليشيات بمجموعات مسلحة في كل حتة في المنطقة هتشتعل هتشتعل ولازم يبقى صنع القرار أو صناع القرار أو دوائر صنع القرار تحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية وصناعة القرار في أمريكا ما هياش البيت الأبيض بس صناع القرار فوق في الشمال أي أوروبا لازم يبقوا مستوعبين كويس جداً إنه هو كل يوم بيعدي بيؤدي إلى تعميق وترسيخ كراهية هذا الكيان لسكان المنطقة ومواطنيها بالكامل